السلام عليكم أعزائي الطلاب اليوم عندنا حل كتاب النشاط انجليزي صفحة 110 للصف الخامس الاعدادي عندنا التمرين هنا يقول which words go together أي الكلمات تأتي معا match the nouns وصل الأسماء and noun phrases وعبارات الاسم in the books في الصندوق to the correct verbs الأفعال الصحيحة طبعا هنا منطينا فراغات وجو الفراغات منطينا هنا الصندوق بها الكلمات نخلي الكلمة المناسبة في مقابل الفعل المناسب ونكون كلمات أو عبارات مركبة فعندنا نمبر ون great يبرش cheese الجبن يبرش الجبن نمبر تو chop الي يقطع onions بصل chop onions يقطع البصل نمبر ثري light يشعل a fire النار light a fire يشعل النار نمبر فور do يفعل the washing up يفعل الغسيل نمبر فايف mix يخلط butter اللي هو الزبدة mix butter يخلط الزبدة نمبر سيكس عدنانا bit يخفق x البيض bit x يخفق البيض نمبر سيبن grill يشوي ميت لحم grill ميت يشوي اللحم نمبر 9 lay يرتب أو يضع the table الطاولة lay the table يضع الطاولة نمبر 10 العاشر boil some water boil أي يصب some water بعض الماء فهذا بالنسبة الحل هذا التمرين سنروح إلى listen 5 listen 5 تمرين الأي study the language box ادرس لغة الصندوق then write sentences ثم اكتب جمل in the second conditional عدنا هنا second conditional طبعا هي قاعدة خاصة بها added a comma where necessary وضيف الفارزة في المكان المهم طبعا عدنا second conditional نجي خلينا نقرأ هذه جمل عدنا هنا الجملة الأولى طبعا هي بزمن second conditional وين the if close some first it is followed by a comma عدنا نخلي إذا يعني يقول إذا إذا ال if إجي بالبداية راح نخلي بفارزة وكومة يعني نخلي وورا نبدأ الجملة ثانية فإذا نخلي نقرأ إذا كنت غنيا شوف هنا إجا ال if بالبداية فرح نخلي فارزة ونبدأ جملة ثانية I would buy a new car سوف أشتري لك سيارة جديدة طبعا هنا عندنا ال if إجاب بالبداية فخلينا هنا فارزة ونننسى الجملة اللي ويا ال if راح يكون بزمن الماضي البسيط هنا صار was أما الجملة ثانية فرح يكون جملة عادية بس راح نخلي would فهذا نجي خلي نشوف القاعدة second conditional عدنا القاعدة if زائد past simple الماضي البسيط فارزة الفاعل أو يكون فليكون I she he المهم الفاعل زائد with زائد في المصدر طبعا مشرط ال if يجي بالبداية هس نجي ثانية عدنا there is no when the if close comes second ليس هناك فارزة إذا ال if يأتي في الجملة الثانية عدنا هنا I would buy you a new car if I was rich سوف أشتري لك سيارة جديدة إذا كنت غنيا فهنا نشوف إن ال would إجا بالبداية I would إجا بالبداية و if إجا بالجملة الثانية فهنا ما راح نخلي فارزة راح يبقى الجملة بدون if إجا في جملة الثانية حسن نجي خلينا نحل التمرين number one عدنا هنا if she have shorter hair she look nicer خلينا نجي نكتب الجملة ونترجمة ثم عدنا هنا if إجا بالبداية if she have راح يصير هات اللي عنقلنا بزمن الماضي البسيط الجملة اللي ويا ال if راح يجي بزمن الماضي البسيط if she had shorter higher إذا كانت لديها شعر قصير كومة فارزة لأن if إجا بالبداية فنخلي فارزة she would look nicer سوف تبدو أجمل وبالنهاية نقطة طبعا يعني الشي راح نزله قبل الفعل نخلي would she would look nicer number two عدنا you not be tired if you go to bed earlier أستن نجي خلي نكتب الجملة هنا نشوف ما كو if بالبداية فرح شو نخلي بالجملة اللي قبل ال if راح نخلي would you راح ينزل you هنا عدنا not معنا would راح نضيف لها not you wouldn't be راح ينزل كما هي يعني قلنا الفعل اللي ورا ال would راح يكون مصدر you would be tired سوف لن تكون متعبا if you went هنا الفعل صار went بزمن الماضي لأن جملة اللي ويا ال if راح يكون بزمن الماضي if you went to bed earlier إذا ذهب للسرير مبكرا نمبر ثري عدنا if he not smoke he be a lot healthier if he اللي إجاب البداية if he didn't عدنا يعني معنى الجملة منفية عدنا الجملة اللي ويا ال if راح يكون ماضي if he didn't smoke كما فارزة هي راح ينزل الجملة ثانية اللي ورا الفارزة راح نضيف الها would he would be a lot healthier إذا لم تدخن سوف تكون أكثر صحة عدنا نمبر فور نمبر what you do if you find three million iraqi dinars in the street هنا عدنا ال if ما جاية بالبداية ال if جاية بالجملة الثانية فاش نكتب what would you do what would you do ماذا سوف تفعل طبعا هنا بما عندنا ناس سؤال فال would راح يجي قبل الفاعل what would you do if you found three million iraqi dinars in the street ماذا سوف تفعل اذا وجدت if you found راح يصير found لان زمن الماضي if you found three million iraqi dinars in the street اذا وجدت ثلاثة ملايين دينار عراقي على الشارع هنا بالاخير هذه النقطة غلط نخلي علامة استفهام لان جملة استفهامية فنخل علامة استفهام نمبر 5 if you have wings where you fly نخلي نكتب جملة وراح نترجم بما انا وعدنا ال if بالبداية فالجملة اللي هي ال if راح يكون لزمن الماضي البسيط if you had wings اذا كنت تملك اجنحة ال have راح يصير هاد لان زمن ماضي if you had wings فارزة where would where would you fly اين سوف تطير هنا عدنا ايضا عدنا استفهام ف ال would راح يجي قبل الفاعل number six everybody like him if he not be so fancy راح راح يصير شنو everybody راح ينزل وراح نضيف would يعني الجملة اللي قبل ال if راح ياخذ would everybody would like him everybody everybody would like him اي شخص سوف يحبه if if he بما نوع عدنا not يعني جملة منفية if he didn't be so spicy إذا لم يكن متسلط جدا باصي يعني متسلط فهذا بالنسبة لحل الجملة السادسة number seven i tell you the answer if i know it هنا عدنا ال if اجا بالجملة الثانية فالجملة اللي قبل ال if راح ياخذ would وما راح نضيف اي فارزة للجملة i would tell you the answer if i knew it راح يصير new لأن عدنا راح يتحول الى زمن الماضي قلنا الجملة اللي ال if راح يكون بزمن الماضي if i knew it i would tell you the answer كنت سوف اخبرك الاجابة if i knew it اذا كنت اعلم it موسيقى